شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول موضوع الشبهات في إطارها الكل لعل الحاجة إلى تناول هذا الموضوع قديمة بقدم التاريخ ولكن الحاجة إلى هذا البحث في هذا اليوم تبدو أكثر الحاحن لأنه العولمة الثقافية التي هي شعبة من شعب العولمة أدخلت الشبهات في كل بيت وفي كل غرفة ويبدو ويبدو أن هناك أفرادا تستعجرهم جهات مشبوهة أو دول مشبوهة بعنوان أجراء للتشكيك في جميع الحقائق الدينية لعل الهدف لا يكون أن ينضوي المتدينون تحت لوائهم وتحت دينهم لأنه من الصعب جدا رجل مؤمن متدين يترك دينه وينضوي تحت لواء دين آخر هذا يبدو شيء صعب جدا لعل هذا ليس هو الهدف الهدف إدخال الشك في قلوب المؤمنين في الحقائق الدينية إدخال الريب في قلوبه قطعهم عن ماضيه إحنا الآن منشدون بالماضي كل أمة منشدة بماضيها يحاولون أن يقطعوا هذا الانشداد بالماضي حتى نكون كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار هذه الهوية الحضارية التي عندنا يسلبون منا هذه الهوية هذا يكفيهم هدفا ويكفيهم إنجازا في هذا المجال نتحدث بإذن الله تعالى حول موضوع الشبهات ضمن محورين المحور الأول ما هي الشبهة المحور الثاني ما هو الموقف تجاه الشبهات أولا ما هي الشبهة الشبهة مأخوذة من مادة التشابح عندما يكون هناك شيئان بينهما مائز وبينهما فاصل التمييز والفاصل بين هذين الشيئين يكون أمرا هينا وسهلا ولكن عندما يكون هناك تماثل بين شيئين وتشابح بين شيئين الفصل فيما بينهما والتفريق فيما بينهما يكون أمرا صعبا لعلكم لاحظتم في بعض العوائل يوجد هناك توائم توائم متشابه في كثير من الأحيان واحد يشك أن هذا هو عمر أو هذا هو أخوه أحيانا يكون التطابق بينهما تطابقا كليا أو شبه كلي عندما يشبه أحدهما الآخر التفريق بينهما يكون أمرا صعبا أحيانا يكون هنالك باطل محظ يعرف أنه باطل وأحيانا يكون هنالك حق محظ يمكن التعرف على هذا الحق بسهولة المشكلة هنا عندما يكون باطل يرتدي ثياب الحق يرفع لواء الحق عندما يختلط شيء من الباطل بشيء من الحق إهنان التفريق بينهما يكون أمرا مشكلا جدا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغ له كلمات في الشبه لأن الإمام صلوات الله عليه عاش في عصر مشحون بالشبهات الأنظمة التي تقدمت خلقت واقعا اجتماعيا معينة ولذلك عندما جاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عانى كثيرا من تركة ذلك الواقع أنا أذكر لكم بعض النماذج من نهج البلاغ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة رقم ثمانية وثلاثين يقول الإمام صلوات الله عليه في خطبته أو في كلامه ويبدو من بعض الشراح أن الإمام صلوات الله عليه ذكر هذه الخطبة أو هذه الكلمة في قضية الجمل قضية الجمل كانت قضية مثيرة الذين خرجوا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما كانوا أفراد عاديين في الجيش الذي خرج على أمير المؤمنين صلوات الله عليه توجد زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلي الأفراد عادة يقيمون الحق والباطل بالأفراد بينما القضية يجب أن تكون معكوسة الأفراد يقيمون من خلال الحق والباطل في هذا الجيش يوجد هناك صحابي كبير كطلحة في هذا الجيش يوجد صحابي كبير كالزبير هذه القضية هذه القضية اشتراك هؤلاء في هذه الفتنة وفي هذه المعركة أوجب اختلاط الأمور على بعض الأفراد الذين لا بصيرة لهم الإمام صلى الله عليه يقول وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق باطل ولكن هذا الباطل يرتدي قناع الحق فيختلط الآخر فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى هذه كلمة لأمير المؤمنين صلى الله عليه هناك كلمة ثانية في خطبة رقم خمسين الإمام صلى الله عليه كما يذكر بعض الشراح ذكر هذه الكلمة في قضية التحكيم قضية التحكيم أيضا كانت من القضايا التي اختلط فيها الحق بالباطل الباطل رفع فيها شعار الحق أبو أبو موسى الأشعري يجتمع مع أن الإمام ما كان راضي بأبي موسى الأشعري ولكن فرض ذلك فرض هذا الرجل الإمام حذر أيضا اجتمع أبو موسى الأشعري ويا عمر ابن العاص عمر ابن العاص أولا اتخذ تكتيك لخداع أبو موسى الأشعري أخذ حاول أن يكسب قلبه أخذ يقدم ما كان يتقدم على أبي موسى الأشعري كان يناديه بتعظيم كان يقول له يا صاحب رسول الله عندما كانت الصلاة حين وقتها كان يقدم ويصلي خلفه عندما كان يصير وقت الطعام ما كان يبدأ بالطعام ما كان يمد إيده إلا إذا أبو موسى الأشعري يقدم يده أولا بهذه الطريقة كسب قلب أبي موسى الأشعري هاي قضية خطيرة في كثير من الأحيان القضايا العاطفية تتدخل في قضية الحق والباطل واحد يكسب قلب واحد أولا ثم يقترح عليه اقتراح معي هذا مشترى من الناحية العاطفية اشتراح عاطفيا وقلبيا ثم بعد ذلك خلط الحق بالباطل عمرو بن العاص قال لأبو موسى الأشعري هذه القضية تجدونها في بحار الأنوار إذا حبيتوا تراجعونها قال له الآن هناك فتنة بين المسلمين علي من جانب ومعاوية من جانب الدماء يمكن أن تراق فتنة قائمة أفضل شيء أن نخلع عليا ومعاوية ونجعل الأمر شورى بين المسلمين وأمرهم شورى بينهم لاحظوا خلط حق بباطل الشورى نظام قرآني وأمرهم شورى بينهم ولكن أين محل الشورى الشورى تكون في المنطقة التي لا يوجد فيها ناس عندما يكون هناك ناس قرآني ناس نبوي لا معنى لا معنى للشورى هذا مثل واحد يقول حدث هناك حرب بين خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وبين أبي سفيان في معركة بادر في معركة أحود لماذا تقع هذه الفتنة نحن نخلع كل الطرفين ونجعل الأمر شورى بين الأم صحيح هذا المنطقة عندما الله يعين النبي نبي ماكو مجال للشورى عندما الله يعين عليا إماما معنى ماكو للشورى معاوية كان يمثل الفئة الباغية فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي مو أنه إخلع الباغي والمبغية عليه الأمر شورى ونخلع كل الطرفين خدعه أولا كسبه قلبيا وخدعه بخلط الحق بالباطل أبو موسى الأشعر يجي وصعد المنبر أو ما أشبه ذلك وقال أنه إني خلعت علي من الخلاف كما أخلع خاتمي من يدي وطلع الخاتم من إيده ولعله أدخلها في يده الثاني عمر بن العاص إجي قال هذا خلع صاحبه ولكني أثبت صاحبي معاوية في مكانه الإمام صلى الله عليه يقول إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام حقه بالباطل يعجبني إذن هذا الدعاء باطل هذا الحديث ما يعجبني هذه الفكرة ما تعجبني الدين مو قضية ذوقية الدين هو التسليم لله لله سبحانه أهواء رجل عند هوا معين تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله حقه ويتولى ويتولى عليها رجال رجال هذا الذي يرفع الراية جماعة يتعصبون له ثم يقول الإمام صلوات الله عليه فلو أن الباطلة خلص من مزاج الحق يجي صريح إلى الميدان لم يخف على المرتادين مرتادين يعني الطالبين للحقيقة واضح حق باطل واضح باطل مكشوف ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط شوية حق شوية باطل شوية إقرار شوية إنكار فتختلط الآن ويحدث هناك غبش في الرؤية شايفين بين الطلوعين يحدث هناك اختلاط بين النور والظلام واحد ما يشوف أن هذا الذي يجي من هو هذا الشبح ما هو ولكن يؤخذ من هذا الضغط ومن هذا ضغط الضغط كما يقول الشارح يعني قبض من حشيش مختلط اليابس والربط يختلط فيها فيمزجان فهناك يستول الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسن بعض يهلكون وبعض ينجون الآن ما هي علة النجاة ما هي علة الهلاك هذا بحث آخر لماذا ينجون ناجون لماذا يهلك الهالكون هذا يحتاج إلى بحث آخر وهناك كلمة أخرى أيضا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الكلمة الأولى ترتبط بفتنة الجمل الكلمة الثانية ترتبط بفتنة صفين هذه الكلمة الثالثة ترتبط بفتنة النهروان وقضية الخوارج الإمام صلوات الله عليه في الحكمة رقم مية وثمانية وتسعين الخوارج كانوا يقولون لا حكم إلا لله شعار واضح كل مسلم يقبل هذه الكلمة الشعار شعار حق ولكن ماذا يراد بهذا الشعار اللي يراد بهذا الشعار التمرد على حكومة أمير المؤمنين شوفوا خلط خلط المفاهيم بعضها مع البعض الآخر بعضها مع البعض الآخر إن الحكم إلا لله هذه من الثوابت القرآنية قضية واضحة ولكن ما هو الهدف من هذه الكلمة كيف نطبق هذه الكبرى على هذه الصغرى الخارجية لا حكم إلا لله إذن الحاكم هو الله إذن يجب أن يخلع أمير المؤمنين صلى الله عليه من الإمارة والحكومة والخلافة والخوارج يتمردون لا يخضعون للحكومة أكو فرق لا حكم إلا لله ولا حاكم إلا الله يعني من يحتاج إلى حاكم من يحتاج إلى حكومة شعب بلا حكومة أمة بلا حكومة الإمام صلى الله عليه لما سمع قول الخوارج لا حكم إلا لله قال كلمة حق يراد بها باطئ حق ولكن المقصود هو الباطئ هذه هي الشبهة اختلاط الحق بالباطئ رفع راية الحق لتمرير عمل باطئ ما عدنا أمة بلا دولة لا يمكن أن تعيش أمة بلا دولة شعب بلا دولة هذا فوضى يجب أن يكون هناك حاكم ولكن هذا الحاكم يجب أن يحكم بحكم الله لكن هم شنو كان مقصودهم التمر شعب بلا حكومة هذا هو البحث الأول البحث الثاني على نحو الاختصار ما هو الموقف تجاه الشبه الآن هذا العصر عصر الشبهات شبه في كل حقيقة عجيب ألا واحد إذا يدخل في هذه الشبكة العالمية يجد أنه ما من حقيقة إلا وأثير حولها تشكيك كل شيء قضايا العقائدية القضايا التاريخية القضايا الفقهية القضايا الاجتماعية تشكيك عصر التشكيك ما هو الموقف هناك نقطة تتعلق بعموم الناس بعامة الناس وهناك ثلاث نقاط ترتبط بنا نحن الذين انخرطنا في سلك طلب العلم الديني أما النقطة التي ترتبط بعامة الناس فهي الرجوع إلى أهل الاختصاص هذه هذه قاعدة عقلائية وقاعدة قرآنية أيضا الإنسان في كل بعد من أبعاد الحياة يرجع إلى أهل الإختصاص الإنسان عن الخبير الذي يملك الإختصاص في هذا البعد ولعله كثير من الأفراد يتقيدون بالرجوع إلى أعلم المختصين حتى إذا هذا خبير في العيون ولكن يبحث من هو أفضل طبيب في العيون يمكن يسافر إلى بلد آخر لأنه ذاك هو الأعلم والأدق والأفهى القرآن الكريم أيضا يؤكد هذه القاعدة العقلائية يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الناس ينقسمون إلى قسمين من يعلم ومن لا يعلم وظيفة من لا يعلم شنو أن يرجع إلى من يعلم الرجوع إلى أهل الإختصاص الفاقهين في ذلك البعد وفي ذلك المجار القضية قضية خطيرة قضية الدين قضية خطيرة ليس قضية عادية واحد يأخذ الدينه من أي شخص كان قضية الدين جدا دقيقة لأنه يمكن يبتني على الرافض أو على القبول أنه واحد يخسر حياته الأبدي واحد يروح في خط الضلاء ليش لأنه راجع غير المختص حتى إذا يكون عالم لكن يجب أن يكون عالما في هذا المجال في قضية عقائدية في قضية عقدية لا يمكن أن نراجع إلى طبيب أسنان لأن طبيب الأسنان لا إلى تخصص في المجال العقائدي كذلك لا يمكن نا أن نرجع إلى عالم الناحو واحد متبحر في علم الناحو سيب ويف الناحو ترجعون له في قضية عقائدية عقدية لا لا يفقه في هذا المجال ما باذل وقت في هذا المجال ما صارف جهد في هذا المجال أحد أحد الإخوة قبل كم يوم قال لي إن فلانا واحد لا أعرفه طبعا أنا يقول إن إبني 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 أعلم في هذا المجال من علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قلت قلت النقل لي على ما أتذكر قال بحسنة ووجدنا أكثر من ثلاثة آلاف رواية في علم الإمام ثلاثة واحد يطالع كتاب واحد يشوف أكو بروايتين نفرض شوية يعرف مباني الجرح والتعديل يجد أن هاتين الروايتين ضعيفتان فينكر القضية هذا مو عمل علمي هذا مو منهج علمي ثلاثة آلاف رواية أو أكثر تريد أن تحللها وتدرسها تحتاج إلى علم الأصول الأصول يمثل القاعدة للتحليل يحتاج إلى علم الرجال يحتاج إلى علم الدراية ثلاثة آلاف رواية اذهب كون المباني أتقن المباني تعال استخرج هذه الروايات أدرسها من الناحية السندية أدرسها من الناحية الدلالية ما يطول هذا دراسة ثلاثة آلاف رواية بعدين تعال أبدي رأيك في هذا الميدان إذا أنت من أهل الرأي وأهل النظر فوظيفة فوظيفة الناس في قبال هذه الشبهات في قبال هذه الطروحات الرجوع إلى أهل الاختصاص الاختصاص الله كان ينقل عن الجد رحمه الله كان يقول الشيخ زين العابدين أربع من المجتهدين وبعضهم فيما بعد كانوا مراجع للتقليل لبحث مسألة واحدة ثلاثة أسابيع متواصلة بحثوا في هذه المسألة أربع من الخبراء أو أكثر ثم بعد ذلك لم يخرجوا بنتيجة قاطعة في قضية فرعية عد واحد يجي في المسائل الدينية الخطيرة ويفتي كما يحيي قضايا العقيدة فيها قضايا الضلال فيها قضايا الإضلال إذا واحد أضل الناس ممعلوم أن توبة تقبل بمجرد أستغفر الله يمكن هذا يمثل خط ضلال وخط انحراف على مر التاريخ واحد يجي في كل قضية عقائدية تفسيرية فقهية دينية ويدلي برأيه بعد ثلاثة أسابيع من البحث انتهوا إلى الاحتياط لا إلى الفتوى في كتاب المكاسب لعلكم تتذكرون في قضية قاصر أبي هبير قضية دراهم معدودة ذلك الرجل النعمان ابن ثابت أفتى خطأ اعتمادا على رواية الخراج بالضمان خطأ في دراهم معدودة فما من أحد منكم عنه حاجزين إذا نبي هذا الشكل نحن نجي بالدين بأذواقنا بأهوائنا أهواء تبتدى ذوقي رأيي تحليلي بدون مراجعة هذه النقطة الأولى التي ترتبط بعموم المؤمنين ثلاث نقاط على نحو الإشارة ترتبط بنا النقطة الأولى ينبغي علينا أن نجعل العقائد ضمن المنهج النحو ضمن منهجنا الفقه ضمن منهجنا الأصول ضمن منهجنا العقائد أيضا يجب أن يكون ضمن المنهج إذا العقائد ما كان ضمن المنهج واحد والعياذ بالله يكون بلا مناعة الفرد اللي مائل مناعة هذا أقل مكروب يقضي عليه لتقولون هاي قضية بعيدة هاي قضية كلش قريبة لأن الآن في هاي الغرفة إذا تجدون جهاز يمكن هذا الجهاز يستخرج لكم مئة ألف شبه ومئة ألف نظرية باطلة نحن مختلطين نحن مثل واحد يعيش في أجواء موبوءة إلى أبعد الحدود هذا إذا جهاز المناعة ما لضعيف يسقط الذين سقطوا من كانوا أفراد كانوا فاقدين للمناعة الشيء الأول يجب أن نجعل العقائد ينبغي أن نجعل العقائد ضمن المنهج عقائد أهل البيت صلوات الله عليه وعقائد اليونان راجعوا ما يقوله النجاشي النجاشي في رجاله يقول كنت أتردد على المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي وكان هنالك جملة من أصحابنا يدرسون كتاب الكافي على أحمد ابن أحمد الكوفي الكافي كان أحد الكتب الدراسية كان يدرس الكافي في حوالي ستعش ألف حديث كم نعرف من هذا الأحال الكتب العقائدية كتب الأحادي ينبغي أن نجعلها ضمن المنهج هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنه ينبغي أن لا نتسرع في اتخاذ موقف وإنما يجب علينا أن ندرس وأن نتأمن وأن نفكر وأن نحقق أما أنه فورا واحد ينفي فكرة أو يثبت فكرة هذا خطأ من الناحية العلمية ومن الناحية الدينية هذه هي النقطة الثانية أكو قضية مطولة الآن ما أريد أذكرها بتفصيلها تنقل حول كاشف الغطاء يقول أنه طالعت فرعا من الفروع الفقهية وبحث عن دليله فلم أجد دليله بحثت في مضان هنا هناك هناك ولم أجد فقلت سامح الله الأقدمين قالوا شيئا بلا دليل يقول نمت فرأيت لعله المحقق الحلي فأعرض عني في عالم الرؤية قلت له لماذا أعرضت عني قال لماذا تقول هذه الكلمة الفقهاء القدماء بحثوا تعبوا الكلين عشرين عام بذل من عمره لكتابة الكافي العلامة المجلسي كم من الأعوام بذل من عمره وكم من الجهود تحملها حتى كتب البحار وانت وانت فورا تجي تبحث وتقول هذا المطلب ما كو علي الدليل الدليل في فلان مكان روح راجع فاستيقظ كاشف الغطاء وهو يبكي ما يمكن واحد يسرع بسرعة ينفي ما كو دليل هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة ينبغي علينا التصدي لحل الشبهات ولو التصدي بشكل إيجابي التصدي بشكل إيجابي يعني واحد يطرح الحقيقة وإن لم تكن بعنوان الرد على الشبهة علماؤنا الأقدمون كانوا يفعلون هذا الشيء العلامة الحلية رحمة الله تعالى عليه لاحظوا كتاب قصص العلماء يقول واحد من الأفراد البعيدين عن خط أهل البيت صلوات الله عليهم كتب كتابا في انتقاد مذهب أهل البيت وأتباع أهل البيت وكان يأخذ هذا الكتاب ويقرأه في المجالس ويلقي التشكيك في الأذهام ولكن ما كان يعطي هذا الكتاب لواحد ليش حتى هذا الكتاب لا يستنسخ فيرد فيرد العلام الحلي فكر ماذا يفعل علماؤنا كانوا مواكبين للشبهات وكانوا يردونها شبهات لها حالة تجدد ولو تجدد في الأشكال والصور قال لواحد من تلاميذ الروح تتلمذ عند هذا الرجل إجه هذا التلميذ تتلمذ عند ذلك الرجل وبعد فترة طلب منه الكتاب لليلة واحدة فأعطاه الكتاب العلام الحلي أخذ هذا الكتاب وأخذ يستنسخه من أول الليل إلى السحر حتى يرد عليه فيما بعد ولكن كان منهك متعة كتاب ضخم أيضا فغفى العلام الحلي ونام وسقط القلم من يده عندما استيقظ تأثر جدا لأنه الوقت انتهى ولم ينهي الكتاب ثم بعد ذلك فتح الكتاب ووجد أن كل الكتاب قد استنسخ القضية التي تتم راجعها في قصص العلماء بالقدرة الغيبية العلماء كانوا مواكبين الوظيفة الأولى أن نجعل علم العقائد ضمن المنح جزء برنامج الوظيفة الثانية أن لا نتسرع في الحكم وإنما يجب علينا التأني الوظيفة الثالثة أن نحاول التصدي لهذه الشبهات وننقذ المجتمع منها لأن هذه الشبهات تحاول أن تسلب من الناس دينهم ودنياهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر